خسارة جديدة وكرسة لانها كانت ممكن تبقى خسارة بسكور في مطش كان ممكن تكسبها بسكور ايوة مطش فيها كل حاجة وعكسها لعيب هو من اسود لعبت المباراة ومن افضل لعبت المباراة مع مجموعة من لعيبة بتعق والمفروض تاخد اجازة من الكورة او تبطل كورة ايوهما اقرب مطش الاهلي واسموحة النهاردة في حلقة جديدة من المشجع الاهلي بيخسر من اسموحة 3-2 في مطش الاهلي بيضيع فيها فرص تتعدل 15 فرصة فيها حوالي 8 فرص محقاقة مع اسموحة اللي كان بيستغل الهجبات المرتدة زي ما بيقول الكتاب وبنشوف كل حاجة وعكسها في مطش النهاردة مروان حمدي اللعيب اللي كلنا بنقول هو بيروح المنتخب ليه النهاردة بياكل احلى عيش وحلاوة على خطة فاعة اللي فيه اللالالنت رامي ربيع النهاردة بيتقلق وبيتفنن انه ازاي يخسر الاهلي رامي ربيع فعلا بيخسر الاهلي ودا اللي احنا هنا شريك مع مين شريك مع محمد هاني بالرغم ان محمد هاني إن شعود الثاني كان من افضل اللعيبة اللي كانت بتلعب النهارده وكان بيلعب عرضياته محمد هاني النهارده من اللعيبة اللي سبب في خسارتك ومن اللعيبة الجيدة مروان حمدي اللي مصر كلها عارفة انه مهاجم منتهي Việt acquaintنهرده كان نجم اللقاء وكان جاي فيه الجنين ده غير اللي ضيعه يا راجل ده مراهو الحمدي كان بيلم النهار ده كان بيرقص جواه التمنتاشر وكان بيرقص باللعيب وبالتنين وبالتلاتة ده ليه؟ عشان احنا خط تفاع سرحان خط تفاع مش موجود بالاضافة لخط نص الملعب بالاضافة للمواجنين اللي عمانين يضيعه بدأ اذا ماتش بان انت مستحوز ومسكورة وبتروح لكن ما بتجيبش بتضيع فرص وبس في الاخر بنشوف استهتار ومرقعة من رامي ربيعة فبيدخل فيك الجون الاول المصيبة مش في مرقعة رامي ربيعة في القرة لما لعبها بعرض الملعب مش لحد لأ خالص المصيبة الاسود كان في تخطيته بعد ما القرة قضعت منه يعني رامي ربيعة بعد ما القرة قضعت منه شفنا بشكل غريب وعجيب ان رامي ربيعة بيجري على القرة وبيسيب مكانه ومش بيتمركز مع حد مجيش على حد نفس الكلام بيحصل في القرة التانية اللي غلب فيها نفس الغلطة راجل عمال يبص عمال يبص انه هلعب فجأة قرر ديها لديانج فديانج اصلا مش مستعد ده غير من ديانج اصلا مش في مستوى فتلاقي ان الكرة تطلع فتتلعب بنفس الطريقة وبرضو ما تلاقيش بيجري يمسك حد والكورتين طبعا من ناحية تاني والمشكلة الكبيرة طبعا غير القطق بتاع بداية الشوت التاني اللي كوكا غلط فيه وبعكاها خط تدفع كله فضل يجري ورا الكورة وشوفنا منظر انا مش قادر افهم ازاي ما روان قدر يمشي بالكورة كل ده ويلم واحد واثنين وتل تلاتة اما الشيناوي ففي كل قره احنا بس هنفضل نرفع ايدينا ايمين وهنفضل نرفع ايدينا شمال باستثناء انفراب من التلاتة او الاربعة او العشرة اللي جملة مروان اللي قادر انه هو فعلا لما يخرج يبعيده بايده فيخلي مروان بعد كده لعب القره بالعرض بشكل خاطئ لأن مروان اللي النهاردة ده كان يقدر يجيب تلت تجوان كمان يعني اللي لما فراجش عشود تاني مروان يقدر يجيب تلت تجوان او اربع تجوان كمان ده ده الفرص المحق اللي ضيحها آآ سموحها. فده بالنسبة لرامي ربيح. طيب. محمد هاني كده كده هو مش موجود في الجنب في اي تغطية. نص الملعب ديانجي مش موجود. طيب يا جماعة ديانجي بيقال او اللي احنا عارفينه ان ديانج مش سليم. وان ديانج بياخد آآ حقا بلازمة وفي شكل مكسف ان ديانج يبقى بيلعب. طب ليه اعتمد عليه? ليه اعتمد عليه? يعني ليه ما بتاديش بقى اعتمد على حتى دي في نص الملعب حتى لو انا ما عنديش وصعد حد من الاشيئين. ما انا هقولك هتقول ليه هتصعد حد من اي شيء وتخسر? طب انت اخسرت. ما انت بتخسر. هتخسر اكتر من كده ايه? بل بالعكس انا ممكن اكسب حد يطلع شاب يزبط اداءه او يزبط وضعه فيكون موجود معايا. ليه لا? ليه لا? زي ما بدنا العمر السولية النهاردة راحة سلبية لانه مش قادر. طبعا ده بالنسبة لخط الدفاع آآ النهاردة اللي مش موجود. واخطاء بالجملة. طبعا اضطرية الشروط التاني ان انت تهاجم بشكل عنيف. بشكل مكسف. نتيجة ان انت خسران. تعتبر نازل الشروط التاني خسران تلاتة. لان انت دخل فيك الجون التالي في بداية الشروط التاني. انت بتهاجم بكل خطوطك واصبحت خطتك ان احنا بنجري كلنا على قدامه وكل بيرمي. الكل بيرمي وكل بيطلع. وطبعا طلع رمي ربيعة. ونزل الشاحات وسقط. انا عايز بقى اقول لك ان انت لما راميت ده بالنسبة للخطة انت لما راميت كل الناس بقى وراه عندك فدان. معنى اي كورة بتروح لسموحها بيروح بانفراط. اي كورة بيطاحها بيروح بانفراط. اي كورة بيطاحها بيروح بانفراط. الشيء الغريب والعجيب ان انت حتى نص ملعبك مش موجود. بمعنى ان انت صلاح محسن النهاردة مش موجود. محمد شريف مش موجود. افشا انا اول مرة اشوف صانع العاب في حياتي بيستلم الكورة بظهره وما بيعرفش يتصرف فيها بعد كده. يعني مش قادر افهم. يعني ده اجهاد. ده تعب. ده فزلكة. ده مرقعة. انا مش 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 فاهم ده. يعني انا مش فاهم ده. محمد شريف كمية استهتار في اضاعة القرص مش طبيعية. حسن الشحات كمية يا جماعة. انا مش قادر افهم ان حسن الشحات لما نزل. لما انت تلمي لاعب. واتنين وتخش جوة التمنتاشر ولما تلاعب وتلعبها لبرة عشان نجيب جون وانت خسران تلاتة واحد او كان تلاتة صفر ساعتها. فقرر ان انا شهيته عشان عايز هم انتنا لجيب الجون طب هال ده وقته? طب هال ينفع ان وليد سليمان اللي عنده سبعة وتلاتين سنة ولا ربعين سنة? هو اللي يمزل يبقى انشط اللي موجودين وهو اللي يمس الخطورة وهو اللي يضيع قرطين يتقلق بقى فيهم ااااااااااااة الهاني سليمان وهاني سليمان ده الشارع ده. يعني يعني راجل قديم ونفسي حد يقوله ان اللعيبة انت لا كبير ولا ولا اللي انت بتعمله ده ليه قيمة? والن تاريخة يوم ما هيتذكر هيتذكر ان انت كنت حد اه يعني طفل طفل طعلا لعيب طفل. ولكن سيبك منه ده اه يعني انت اللي حطيت نفسك في الوضع ده. انت اللي حطيت نفسك في الشكل والطريقة دي. فما تلومش غير نفسك. ينزل حسام حسن استثناء من الجون اللي هو جابه عجن بيحصل في الملعب. آآآ زياد طارق حتى زياد طارق النهاردة اللي انت هتشوف ان هو ممكن يكون غير الدنيا شوية ولكن كان فيه جزء من الانانية وكان فيه جزء من الطمع من انا عايزة لم وعايزة لعمل ولكن ما تقدرش تشيله ده. لعيب شاب لعيب عايز يثبت نفسه بيحاول ياخد الثقة نفس الكلام كوكا النهاردة بيغلط لكن ما اقدرش ان انا احمله فوق طقته زي ما قلت عليه انا ما قادرش اقول انه هو نجمه اسنانه ده بزرق قادر اقول انه ده طبيعي توقع منه ده اللي انا قلته عشان كما تديش اي لاعب اكبر من حجمه في وقت مش وقته لانه لسه اقعد تستنى منه ازتمرار التقلق الدائم لسه بدر كتير هيحصل خخطاء في مباريات هيبقى كويس في مباريات هتشيل بعضيها زي ما بيقول لانه لسه ناشئ ولسه صغير ولسه خبراته قليلة في كل المواقف بقى فانت ما تشوفه في موقف مطشا وكسبان ومرتاح غير ما تشوفه في موقف وهو مضغوط ولازم يكسل بالنسبة لديانج ديانج مجيش ديانج زي ما بيقولنا مجيش محمد شريف نفس الكلام وشرفه واصبحت خطتك ان انت بتهاجم وخلاص او اللعيبة كلها بتطلع لقدام وعايز توصلها للاسف طبعا ما عندكش عرضيات للاسف طبعا ما عندكش حتى تفك الاشتباك من نص الملعب كان صعب جدا لان افشا مش في حال توقعت اضع 8 مرتين 3 رحت عليك من فراضات مفيش حد مغلطش مفيش حد معجنش مفيش حد معكش النهاردة بالرغم ان انت مضيع 14-15 كورة فانت مطش كان ممكن تكسبها بسكور فجأة كان ممكن تكسبها بسكور والحمد لله ان هي خلصت من غير فضيحة قروية او من غير كارسة قروية في شكل غريب وعجيب ومريب وانا بقول لك اهو الله يكون فعون الموديل الفني الجديد اللي جاي الله يكون فعونه لان هو هيستلم لعيبة ناس يا كورة هيستلم لعيبة اه تعبانة ومش قادرة تشيل للاجهاد وخلينا نقول يا جماعة عشان بس فيه ناس كتير جدا بتلغي فكرة الاجهاد لا فكرة الاجهاد موجودة لا موجودة فكرة ان فيه لعيبة تعبت وبقالها بتلعب بقالها التلات سنين متواصل اه في لعيبة بتلعب بقالها التلات سنين متواصل واللعيب المصري ليقت وما تسمحلوش بدا يعني ما يجيش حد يا جماعة يقول لي ايه قص في انجلترا يا فدم هو انت عندك نفس الدوري منتظم في انجلترا عندك نفس المتوشل تاعت اوروبا وتاعت دوري ابطال اوروبا عندك نفس قرب المسافات في اوروبا عندك نفس النظام والبطولات ما عندكش عندك نفس الياقة والنظام يسمح لك بلعب اوروبا. لا ما عندكش عندك نفس ما عندكش الياقة اوروبا. انت ما عندكش اي شيء في المنظومة ياش باوروبا. فانت ليه عايز تسيب كل حاجة وتمسك في الناق ما هم بيلعبوا كل ثلاثة ايام. مش يا فندي ما هو دا لي عوامل. دي لي عوامل كتير جدا. ما ينفعش العالم كلها دلوقتي حاليا بتصيف. ما بتلمسه كورة. ما لهمش علاقة ما بيشوبوش ملعب. عابين مع البحر والعصير والمالديفز والدنيا جميلة. اي لعيب. اي لعيب كورة في العالم حاليا قعبة. ما بيفكرش في الكورة. ما بيشوفش ملعب. ما بينزلش تمرينة. بياخد راحة سلبية. راحة سلبية. ده اي لعيب في اي حتة في العالم. ايا كان اسمه. فما ينفعش. فده موجود? اه ده موجود. وده مقصل على لعيبة كتير جدا جدا جدا. وكان من الحاجات اللي كنا بنتكلم فيها ان في ناس يقول لك ايه? قص الاهل بيتأجله. قص يابدي هنم هو الاهل بيتأجله عشان ياخد اجازة. هو الاهل بيتأجله عشان بيطلع يلعب في افرقيا. وبيعود علي ده في الاخر بالسلب. ان انا لما برجع علعب. وانت تجي تتغطي الجدول. فالعب كل تلات يام مطش. وتحشر للجدول للكاس القديم. وتحشر للكاس الجديد. فبقى يعني انا حتى التأجلات دي انا اللي بشيل خراها بعد كده. انا اللي بشيل تأثيرها بعد كده. فترجع تقولي قص الاهل بيتأجله يا فان ده ما هو. يعني التأجلات دي انا اللي بشيل الطين بتاعها بعد كده. انا اللي بشيل ازاها بعد كده. مش مبرر لسوق الاداء. مش مبرر للاخطاء العشوائية الساسجة من اللعيبة بتتمرقع. مش مبرر. ولكنها موجودة. 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 بنشوفها في عمر السلية. بنشوفها في ديانج. بنشوفها في علي معلول. بنشوفها في افشا. بنشوفها في اللعيبة دي كلها. دي لعيبة ما بتريحش. بنشوفها محمد فتحي. بنشوفها بتشوفها في ياسر. هتشوفها شوفها في محمد شريف. هتشوفها في لعيبة كتير. وفي لعيبة لأ. رامي ربيعة لأ. مش مجهد. هو 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 لعيب بيت دلع. ولعيب زي انا ما قلت المطش اللي فات يا جماعة احنا احنا مش بنشكر احنا نقول ان اللعبة دي لعبة كويس. محدش يطلع يقول لي ده هو ده? لا اقولتلكو هو وهاني. لان ده الطبيعي انت بتلعب في الاهلي. ما ننفعش تبقى مطشة ومطش. ودي مشكلتي مع رامي ربيعة ومع هاني. انه يا جماعة انتو بتلعبوا في النادي الاهلي ومن كباتا النادي الاهلي. في الاهلي يعني اللي في طول المستوى ك يبقى ثابت. ما هو ده اللي بيفرق ما بين فريق القمة وفريق منتصف الجدول وفريق اخر الجدول. اخر الجدول ده لعب تطول الموسم مش في المستوى. فبيهبط. منتصف الجدول دي لعبة مطشة عالية جدا. ممكن تلاقيه بيكسب اهلي وبيكسب زمالك وبيكسب اول اربع فرق في الدوري. وبيخصل تاني مطش من اخر الجدول. ليه? لان لعبته مستوها مسابت. يوم طلعين ويوم نزلين. يوم في دافع فبيلعبوا الاهلي وعايزين يظهروا فبيظهروا. يوم بيلعبوا فرق عارفين ان المطش مش متشافة بيبمرقعوا. ما ينفعش تبقى في الاهلي ويكون دي طريقتك كلعيب. او يكون ده فكرة كلعيب. فكرة كده يبقى انت ما ينفعش في الاهلي. في لعبة كتير لا تصوح ان هكون في الاهلي. طيب ده غير ان حضرتك مبدأ السواب والعقاب موجود يا جماعة. الاهلي في السبعينيات وفي التمانيات وفي الالفينيات وايام من الجزء وايام الجيل الزهب اللي قلنا حضراه كان فيه ابو تريكا وكان فيه وكان فيه الحضري وكان فيه كل الناس العظيمة دي وكل الناس دي كان بتتعاقب وكان بيتشال منها الشارع وكان بتقعد عالدكة. كل الناس دي كان بيتعمل معها كده بكل النجوميتهم كانوا بيعودوا دك عشان اخطأوا في مباراة او عشان اتدلعوا في مباراة. ابو تريكا كان بيبقى جايب جوان ومتقلق وصانع وكان بيقول لك بيوبك منو منو الجزيه. في قد التغيير اللبس. ليه? عشان فيه كرة مع عملهات زي ما هو ما قال. في ومتعب كان بيبقى جايب جون براسه وهو بيوبك من منو الجزيه. جاب جون. ان هو ما لعبش القرة في نفس الزاوية اللي جاية منها. انت ليه لعب تاعة الناحة تانية? طب ما هيجت? لا. غلط. صحها كده. انت متخيل الناس دي كان بتعاقب عشان ما بتسمعش التعليمات بالرغم ان هي جابت نتيجة. الناس دي كان بتعاقب وابدهان اهانة قروية اجل التحميس. عشان كسبلين ستة واحد ازدى مالك. قال لك لان ده سكر تاريخي هممكن تكسب اكتر. ده مش موجود ده مش موجود وما ينفعش. ما ينفع كل الاجيال. في جيل قبل كده تمرض الجيل كله ما لعبش. ولعبنا بالناشئين وجذبنا ازدى مالك بالناشئين تم تصعيد فريق الناشئين وتم اللعب بالناشئين. فكل الاجيال على مدار الاهلي فيها عقاب. فلازم يبقى فيه عقاب. نتيجة الدلع والاستهانة. لان اللي بيحصل ده زي ما قلنا في جزء منه كتير جدا دلع ومرقع وهو الجزء الاجبر. ويأتي بعديهم عدم الراحة والاجهاد. يجي بعديهم التخبط الفني والاداري اللي حاصل اللي لازم تعرف ان ده نتيجته. نتيجة اقالة مدير فني في وسط موسم ده نتيجته. انا مليش دعوة بقى او انا مش طالع اقول لك اصي شفت لا لا خالص موسماني ومشي. انا بحبه انا بقراهه انا كنت شايفه يكمل وشايف يكمله. ده لا يفيد بشيء. خالص انتهى. كابتن سامي قمصان قطر الف خيره على اللي قدمه. ولكن ده نتيجة تحريك اي مدير فني في وسط موسم. ده غير ان لسه لما يجي الجديد. فلسه هيتعرف. فلسه هيشوف. فلسه هيشوف المشاكل. طب هيحل مشكلة الاجهاد ازاي? هيدي راحة ازاي? متلوب منه انه يكسب. الدوري في وسط كل العك اللي حاصل وكل النقط اللي ضاعت دي ولكنه لسه موجود. وتقدر تبقى مش بتجري مع 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 اللي بعدك او مع اللي معاك نقطة بنقطة. لا ده انت هتبقى سبقه بالنقط. خلصت متشتك انك تتساوى معايا بمكسب هتبقى سبقوا برضو بالنقط. فلسه. فانت بس ما ينفعش تضيع بقى تاني. خلاص انت عملت قلل فرص انك تضيع او تتزنق لظروف خارجة عن ارادتك. بتضيحها بدري بدري. بتضيحها بدري بدري. فدي مشكلة تانية وكبيرة. فمبدأ السواب والعقاب لازم يحصل. واعتقد ان ده هتكون من الحاجات اللي المدير الفني الجديد اللي هيستلم اكيد هيشوف على الاقل اخر اربع او خمس متشة. وده شيء كويس عشان يبقى واقف على اللي هو هيعمله. وعلى مين اللي اللي مفوض يبقى برى الموسم في اخر الموسم. والتعديمات الجديدة اللي يبقى محتاجها بدرينا تبقى على اختياراته في الموسم الجديد. واعتقد ان شاء الله ربنا يكرمه. ولكن في النهاية ده لن نقول ان لسه المشوار بتاع الدوري طويل جدا علينا وعلى كل الفرق اللي لسه فقدله خمستاشر ازد مالك تلاتاشر 3000 او اسف 12. اللي 15 وازد مالك 12. اه خلينا نقول ان لسه المشوار طويل جدا ولكن خلينا نقول مش هاتفضل نقول لسه 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 ونضيع محتاجين وقفة. اعتقد ان ده هيبقى المدرب الجديد اللي هيبقى صعب جدا 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 لان هو جاي في وضع صعب آآ فنيا وبدنيا وآآ قضخت جدول دوري كمان ولكن باذن الله آآ المدرب الجديد ولعيبة النادي الاهلي يكون قدها ان شاء الله وده لا يمنع ان فيه لعيبة كتير جدا آآ لا يمكن من وجودها او الصبر عليها في نهاية الموسم لازم يتم الاستغناء عنها لانها لا تصلح للعب في النادي الاهلي منهم لعيبة استنينا عليهم كتير وبقى لهم سنين كتير جدا في الاهلي فاكرم لهم الاعتزال او ان يشوف طريقه في مكان تاني ربنا يكرمه ولكن انت ليس مش لعيب قدت شرط النادي الاهلي وخدت بدل الفرصة الف شكرا لكم وشكرا لمتابعيكم وان شاء الله وباذن الله اشوفكم في حلقة جديدة من المشجع سلام